وفي الخطاب الذي وجهه صاحب الجلال الملك محمد سادس نصره الله للقمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية بالمنامة بمملكة البحرين واتله رئيس الحكومة السيد عزيز خنو شكد جلالته أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي سافر عن قطاع غزة تجعلنا أكثر إسرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط كما جدد جلالة الملك التأكيد على دعم جلالته الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وقال جلالة الملك نجدد التأكيد على دعمنا ثابت للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 معاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين جلالة الملك أكد أيضا أن مستقبل الأمة العربية رهين بإيجاد تصور استراتيجي مشترك وتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورص صفوفها